أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الدعمة النيابية التام لكل توجه جديد يحقق المصلحة الوطنية العليا ومشددا بأن وعي وإدراك الشعب البحريني للتحديات التي تشهدها المنطقة والبلاد وتعامله الحضاري معها هو الضمان الأفضل لمملكة البحرين رئيس مجلس النواب أضاف أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليف عاهل البلاد المفدى في لقائه السامي الخميس الماضي مع عدد من المسؤولين في البلاد هو تأكيد للنهج الرشيد والسياسة الحكيمة ومعربا عن بالغ اعتزازه والسادة النواب بتشرفهم بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وبدعم متأصل من سمو والي العهد وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التطورات السياسية الحاصلة والتحديات الاقتصادية الاستثنائية تستوجب التعامل السليم والتعاطي المدروس وفق شراكة مجتمعية قائمة على التعاون والتكاتف دون السماح لأي جهات مغرضة بالمساس بثوابط الوطن وأشدد رئيس مجلس النواب أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو من أمن واستقرار دول الأمة العربية والإسلامية وأوضح رئيس مجلس النواب أن الموقف الخالجي والعربية المتضامن مع استقرار المملكة السعودية ومملكة البحرين وإدالة التدخلات الخارجية هو موقف ثابت وراسخ وأعرب المل عن تقدير وفخر مجلس النواب بدور رجال مملكة البحرين البواسل والمشاركين في ساحة العزة والشرف في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين والمساهمة بكل قوة وشجاعة وتضحية للذود عن الأمة العربية ومصالحها وأكد رئيس مجلس النواب المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير في المؤسسة التشريعية والعبل لصالح الوطن والمواطنين والحفاظ على المنجزات والمكتسبات